والي وهران عمو عن هذا يقول من أن المجلس السابق لبلدية وهران ترك لنا قنابل موقوطة وعمال البلدية لم ينالوا الأموال الخاصة بمستحقاتهم لو مش برك بلدية وهران رهي أغلب البلدية نهبت سؤال لمطروح عندما كانت الآن هذا واليه متاع وهران هو يقول للوالي رئيس البلدية السابق بلدية وهران هي الثاني أهم بلدية في البلاد وهران هي الثاني أهم مدينة في البلاد وين كانت المخابرات الإرهابية باش تأسر هذا رئيس البلدية وين كانت المخابرات تعلق الشرطة المخابرات تعلق ترك المخابرات تعلق العسكر وين كانت أجهزة مخابراتية معمر البلاد يشروف السيارات ويشروف العقارات ويشروف السلاح ويشروف الصفتوار ويشروف الذمام ويشروف الذباب ويشروب باش يلاحقوا ليطالبوا بجزائر بدولة القانون دولة مدنية بينما اللصوص الكبار ما يسمى برجال الأعمال وزارة جنرالات الآن ها عنا عشرات جنرالات متهمين بالفساد كثر من 35 جنرال كبار جنرالات مئات الضباط عقاداء رواد كاين طبعا كاين لمظلومين بطبيعة الحال لكن هم متهمينهم بالفسادة قل شيء ومرات بالخيانة عشرات الوزراء بما فيهم اثنين من رؤساء الوزراء ويحيى اربع مرات رئيس حكومة وعدل الحكومة عشر مرات وظل في الحكم من بداية التسعينات الى سقوط بوتفليقة سلال نفس الشيء هم هما دانون في السجون الان اين كنتم يا مخابرات الارهابية اين كنتم حينما كان هؤلاء يسرقون يسرقون بلا حدود الى درجة انه ويحيى قالك انهم اعطاولوا للينغو دور اعطاولوا كميات من الذهب اعطاولوا الاماراتيين اعطاولوا الاماراتيين اللي كان ميتين واربعين الف او ميتين وخمسين الف شرطي يركع امامه يرتعش امامه يتمنى ان ينظر فيه نظرة واحدة اين هو في السجن متهمين بفساد عارم هو واسرته كاملة كنتوا تعسوا عليه وتقدموا له التحية ولكن هاكم تحقروا في البسطاء في الجزائريين الحقيقيين اللي يريدون نهضة البلاد وان يتوقف الفساد ما زلتوا مستمرين يجي الوالي قلنا رئيس بلدية وهران ومئات رؤساء البلدية لنهبه مئات عناصر المجالس البلدية والولائية لنهبه عشرات الولادة اللي دخلوا للسجون او على البواب ان يدخلوا ورؤساء الضوائر عشرات الوزراء عشرات القضاة لا حدود له باعترافكم انتم من كان على خطأ هذه كلها بعد الـ 2019 مش كنتوا تخرجوا وتقولوا علينا خاونا واننا نريد الشر بالبلاد واننا تحركنا مخابرات خارجية من اثبت التاريخ انه كان على حقه وكنتم على باطل من؟ انتم اثبتوه نصف العصابة في السجون نصفها مع تبون وما زال يجيوا اخرين واحدة اخرين غيركم ويخرجوكم انتم لصوص ويسجنوكم لكن نتمنى ان يصل الشعب هو الاول باش ما يتستمرش هذه العبث بين اجنحة متسارعة دخل في بعضها للسجون وكلهم نصوص واحد كما المجرم مش فقط لص مجرم والان متهم رسميا في العالم بانه متهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كان يركعون له يرتعيدون منه خالد نزار كان رب العسكر ورب البلاد ورب الدولة واستولى على كل شيء ثم لما جاء القيد صالح وانتشرها وضغط الحرك الشعبي اضطر ان يسجن توفيق اللي كان هو يقول رب تزير ايضا ويسجن ترطاق ويسجن سعيد ويهرب نزار كان صدر الحكم ضده بعشرين سنة غرب عند اسبانيا اين يهرب كبار العصابات واين كان موجود بعض كبار الضباط اللي رهم الان وصلوا واصبحوا هما اللي حكموا البلاد عاودوا ورجعوا من كبار المجرمين تاعت سينات كانوا كلهم هربين في اسبانيا خاصة في علي كونت وما جاورها علي كونت او برسلونة وما جاورها ثم يعود نزار بطائرة رئاسية وبباسبورت ديبلوماسي وبموسيقى عسكرية وبالتحية فهمونا كان مات القيد صالح او قل كان قتلوا القيد صالح هاي القضية البلاد تحكم عصابات اجنحة اللي يطيق على اخوه يسجنوا او يقتلوا او يهربوا او يشردوا واذا الاخر انقلب يعود يدير العكس هاهم جماعة القيد صالح يا اما في السجون يا اما هاربين يا اما في القبور يا اما خائفين ورجعوا جماعة توفيق ورجعوا جماعة نزار وكنا حذرنا على القيد صالح وقلنا له انهم سيعبثون بكم عبث وان المخرج الوحيد هو ان تتعاون مع الشعب الشعب خرج انتفض بالملايين دولة مدنية مش عسكرية لو استمع القيد صالح اللي راح في القبور الان وانسيبه اللي راح في القبور الان ايضا جنرال صواب اللي سلمتوا لهم فرنسا وبوعز وسيني اللي كان هو ثاني اخطر جنرال بعد القيد صالح اللي راحم الان ديرينه جندي وقائمة طويلة اللي راحم في السجون ومروا على التعذيب وبعضهم فيت سبعين سنة تعذبا عذام النقرة لو استمعوا الشعب ألم يكن لهم خير لو طبقوا المادة السابعة والثامنة ألم يكن خير لو قامت دولة مدنية باش تسلك هذه العالجة الجنرالات من هاوش انتاحهم اكثر من أسوأ من مراهقين بل أبشع مش خير وهنا نقول له هذا اللي راحم اليوم سواء شنقريحة أو بن علي بن علي أو الراجعين انت الدموي انت تسعينات أو تبوت ما صيركم كله سيكون بائس إذا لم تستمعوا الشعب وحديثكم واتصالاتكم مع البعض بما فيه هنا وصل الانتصال على أن واتحدث إلي شخص طبعا بما أن الحديث كان خاص لن أذكر اسمه حديثكم باطل لا يقبل به أي عاقل نحن ليس لدينا قضايا خاصة حلوهانا نحن لا نحتاج جوازات صفر سواء اللي عنده الجواز مننا أو اللي ما عندوش نحن لا نحتاج مناصب نحن لا نحتاج مال سواء اللي عنده عنده ما يكفيه أو اللي ما عندوش نحن نحتاج استقلال الجزائر وحرية الشعب الجزائري المعركة اللي بيننا وبينكم هي البلاد وليست قضايا خاصة لن تجدوا شريفا واحدا يحمل أو شريفة واحدة يحمل ويعرف معنى الشرف ومعنى الكرامة يقبل اتصالاتكم لأننا نعرف أنها سراب أنها أوهم الحل واضح الحل تبدو فيما صار دولة مدنية الحل تبدو بالفعل في القول من ستين سنة من حكم العسكر خلاص بعد خمس شهور تجي خمسة جويلية الفين واثنين وعشرين ستين عام على ما يسمى بالاستقلال ستين عام الحل هو أن تقتنعوا قناعة راسخة بأن المخرج لكم وللشعب الجزائري ولقيام دولة حقيقية هو أنكم اتنحوا نظرية أن الجزائر غنيمة بتندقير كما راكم تتصرفوا اتنحوا نظرية أنكم أنتم فوق الجزائريين تتكلم هنا على الجنيريات اتنحوا نظرية أنكم تم تعرفوا مصلحة الوطن الخير من الشعب الشعوب هي التي تعرف مصلحة الأوطان والشعوب لا تظل الشعوب في عمومها لا تظل قد يظل خمسة في المية من الشعب عشرة في المية خمستاش في المية عشرين في المية لكن الشعب بشكل عام لا يظل ولا يخون وطنه الشعوب هي التي تتافي على الأوطان في النهاية من حرر الجزائر؟ جزء من الشعب الجزائري اللي كان مستعمر هو اللي حررها من؟ جاءوا ناس من عالم آخر جزائريين كانوا تحت الاستعمار شعب جزائري هو اللي حررها والشعب الجزائري هو اللي يبني بلاده والشعب الجزائري هو اللي يدافع عليها روح قل غدوة قوة خارجية تدخل له ويكون الشعب يدافع لكن شفناها في أماكن أخرى وإن كانوا الطغات دخل الدول الخارجية الشعب شاف روحوا معندوش علاقة بالموضوع بيناتكم بينكم وبين نظام القائم إذا رغبتم في حل حقيقي التلاعب هذا واروح نعطوك باسبور واش يخصك هذا ما يمشيش مع الأحرار قد يقبل واحد هنا واحدة لهيه واحد ربما جاوز الستين وحب يدخل للبلاد واحد ربما عياه وطال عليه الأمد واحد ربما طمعوه باسبور ومعندوش باسبور ممكن هذه استثناءات فقط القوة الحقيقية رجالا ونساءا لن يقبلوا ما تساوموناش نحن لسنا هنا للمساومة نحن لا نساومكم نحن لا نطالب شيء خاص يكلمني قتلوا قتلوا ما نحتاج لا باسبور لا قال لي لكن لي هتدخل للبلاد وتشوف الوالد والوالدة وهل هناك شيء أغلى من الوالد والوالدة؟ نعم المبادئ أغلى من الوالد والوالدة القيم التي نؤمن بها أغلى من الوالد والوالدة لأن الوالد والوالدة أنفسهم لن يسمحوا لي أن أفرد في مبادئ وقيمي من أجل أن نشوفهم إذا ما نشتون شو الدنيا نشوفهم في الآخرة بإذن الله ونحن نؤمن بذلك نحن نؤمن بعمق بذلك وهذا المثال لي والإخواني اللي فقدوا أمهاتهم أو أبائهم أو ما زالوا أمهاتهم وأبائهم وقد لا يرونهم أبدا مبادئنا وقيمنا لن نتنازل عنها تحت أي ظرف كان تحت أي إغراء أي ترهيب والله ندخل للقبور تدخل معنا مبادئنا وقيامنا ولن نتراجع أبدا نحن لا نطلب منكم شيء نحن لا نريد قطع رؤوسكم نحن لا نريد وضعكم في السجون نحن بالعكس نريد أن لا تسقط قطرة دم ونريد فقط أن الجنرالات يعودون إلى الثكنات والكبار يروحوا روتريت والجزائر تكون دولة مدنية والشعب يقرر مصيره هو اللي يختار اليوم يختار هذا الغدوة يختار اليوم يختار زيد غدوة يختار عمر بعدين يختار سعيد بعدين يختار عمر بعدين يختار عبدالقادر أو خديجة أو عائشة أو فاطمة أو منيش عارف سارة أو يختار الشعب هو اللي يختار أو يختار شعب هو اللي يختار ما كنش أوصياء عليها ما زال عندكم الفكر الواصي لكن أثبتتم أنكم خونا بعض الجنرالات خونا وأنتم لا تحكموا فيهم خونا عارفينها هذا الشعب مهما سجنتم مهما قمعتم مهما اشتريتم كاين ذي من تشتروها موجودة في كل المجتمعات في كل الشعوب كاين مرتزقة جزائريين تشروهم كاين هاو كاينين حتى في الخارج وأنا شوفنا تبورة عندهم وما يخصهم ولا شيء وبعضهم يدي ربعين ألف خمسين ألف دولار في الشهر بعض منهم يدي ما يقارب مليار في الشهر مليار بالسنتيم الجزائري في الشهر ومع ذلك رحوا يتذللون عن تبور لأنهم مرتزقة لأنهم مرتزقة لأنهم يركعون للحاكم لأنهم مع صاحب القوة وليس مع صاحب الحق حتى وإن تموضعوا يوما ما أو لبسوا لباس حراكي وهم كاذبون شفناهم لكن كاين في الجزائريين يميل قشقوت يومه ولن يتراجع على دولة القانون ولن يتراجع على حرية شعب جزائريين تعرفوه منتم كنتوا تعتقلوا ناس ما عندهم مش باش يركف الكار باش يرجع للمدينة اللي جامنها كنتوا تعتقلوهم وتلقوش عندهم قيمة صندويتش كنتوا تعتقلوهم وشايفين اللي لبستهم اللي لابسينها قديمة ما تتبعش حتى بعشر الاف بالصح ما كنتوش قادرين تشروهم وذار كاركم ساجنين ناس وعرضتوا عليهم باش يخرج يدير تصريحات يسب فلان وفلان 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 وهما معدمين وهما عندكم وكان يتعرضوا للتعذيب وقالوا لكم لا نفضلوا الموت على الخيانة احنا ما طلبناش المحال طلبنا نهضة البلاد طلبنا حرية شعب طلبنا كرامة الجزائر والجزائريين ما طلبناش الحال ما كنت تشوفوا وراه الجزائر اليوم ما كنت تشوفوا في الاف جزائرين في السجون في أوروبا وفي غير أوروبا ما كنت تشوفوا في الاف جزائريين تائهين وبعضهم لا يجد إلا أن يسرق أو يبيع المخدرات باش يأكل ما كنت تشوفوا في الخارج ناهيك على الداخل ما كنت شوف في الملايين الجزائريين اللي يعيشوا مرارة ليس لا حدود ملايين اللي مش لقين عمل ومش لقين خبز ومش لقين سكن ومش لقين ملايين ما كنت شوف فيهم وين رايحين أصحاب الكرامة الكرامة حقيقية وعندهم مبادئ حقيقية والله لو جبتوا لهم من الأرض ذهبا ودولارات ويروأت ودينارات ما تغيروا أما المنافقين فإنكم تشتروهم بأي شيء واحد دبروا له سكنة واحد دبروا له باسبور واحد فقط يتلاقيه تبور يسلم عليه يعتبر باللي كأنه نزلت عليه الملائكة أو فتحت له ليلة القدر واحد يحتاج برك أنه يسفروا له من بعيد واحد يحتاج برك يخلصوله ولا يعطوه قرع عديفان هذا ما كان كاي الناس هكذا خاص جدا ما تحتاجوش تعبوا معهم رواحكم أما الأحرار والله ما تفعلوا شيء ما تغيروا شيء نقولها لكم لن يقبل أي حر هذه المساومات لأنكم تنظروا على أساس أنها قضايا خاصة ويحتاجوا قضايا خاصة بيننا وبينكم الجزائر تتركون الجزائر لشعبها ما نقول لكم اشتتركوه هنا لينا احنا قلنا لكم أنا فيما يتعلق بي وحتى بعض خوتي في حركة رشاد قالوا لكم ما نش معنيين لا بالسلطة ولا بالحكم ولا بالتنافسكم لا كنتم ولا غيركم لا أنتم ولا بعض اللي رحموا في الحركة وبعض الجزائرين آخرين أصلاً ما ندخلوش معاكم لا في أي منافسة بيننا وبينكم حرية الجزائر والجزائرين استقلال الجزائر والجزائرين كرامة الجزائر والجزائرين هؤلوا اللي بيننا وبينكم والله لو بقيت وحدي في هذه الأرض أنا شخصياً لن أتراجع أبداً وأنا أعرف أنا ليس الوحيد بل أنني واحد قطرة في بحر من الأحرار اللي لن يتراجع أبداً لأنهم يحملون مبادئ وبقيم تساوي كل أملاك الدنيا وأموال الدنيا وشهوات الدنيا وما في بالكم أنتم أنتم ما زالت فكروا بالمفهوم الشهواني أروا إحنا نعطوك دار رحنا نعطوك أرض رحنا نعطوك منصب رحنا نعطوك وزير رحنا نعطوك من إش عارف من للأسف لم تفهموا طبيعة من تصارعون ومن يصارعكم سلمياً وسنستمر بإذن الله هذا لا يعني أننا لسنا دعاة سلام هذا لا يعني أننا لسنا دعاة لم الشمل هذا لا يعني أننا لسنا لا نريد حل البلاد بل بالعكس بل بالعكس أملنا عملنا أهدافنا هو أن نصل لحل البلاد نصل هذا الخنقة اللي رأي عيشتها عيشها الشعب الجزائري وعيشينها الناس تنفرج وهو ممكن أن تنفرج إذا كان الجماعة اللي رأي متحكمة اليوم في البلاد فهمت أولاً أن الشعب الجزائري لن يتراجع حتى وأن سكت قليلاً وهو تراجع قليلاً لن يتراجع الفكرة الرئيسية دولة مدنية ليس عسكرية دولة القانون أمر ثاني الأوضاع الدولية تغيرات هذه اعتمادكم تم على بوتين اللي هو كان أكبر دعميكم من أكبر والدعم الأكبر لكم هي فرنسا حتى لما تبان بالليبناتكم خصوا ما هنا خصوا ما له زعفتوا عليكم ما زعفوا عليكم ما هنا زعفتوا له الأصل أن فرنسا هي الدعم الأول لكم ثم الروس فرنسا رأي في حيس بايس كما يقال بالعربي يعني هذا العدوان الروسي على أوكرانيا يجعل أوروبا كلها في اللعب بالعالم كله قد يكون في اللعب أنتم الآن ما تخدروش تجيبوا قفعة تغيار من روسيا 85% من سلاحنا من روسيا 85% طايرة اللي كانت باش تروح من الجزائر قبل ثلث أيام طايرة هذه الأسبوعية إلى موسكو قال لكم رجو 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 ما عندكم شوني تروحوا الأجواء مغلقة يعني الآن ستنقطع العلاقات مع الروس ولا لازم يكون تمروا على ما نشعارف قطر والصين وما نشعارف ديروا لتور ديمونت باش توصلوا لموسكو هذا إذا مجاش بلدان واحدة أخرى مجاورة لها أسيوين وقطعوا لكم الأجواء لأن الغرب هذا روي شوب باللي هذا المعركة مع بوتين يلخسرها انتهى الغرب ليربح هذا المعركة ينهي الآخر طبعا كل المعطيات تقول أن بوتين هو الذي سينتهي لكن قد تحدث مفاجآت قد تحدث أشياء قد يحدث حتى حرب نووية ولو جزئية قد يحدث كل شيء كل الاحتمالات اليوم ممكنة وفي كافة الأحوال كيف ما انتهت هذه القضية سيزداد العالم توحشا وستسقط أنظمة حكم أو في مصر بذلك الغضب يتعظم على الخبز لأن الأسعار لأن مصر أيضا مثل الجزائر مصر هي أول مستورد للقرح في العالم وتأتي بعدها الجزائر وأضاحهم ستعود في مصر أيضا برغم كل ما فعل السيسي أكثر من ستين ألف معتقل وقتل الآلاف وشرد مئات الآلاف لكن ستعود الدورة الدورة هي عملية الدورة كيف ما انتهت هذه القضية وضعكم سيكون سيئ ويزداد سوء وما تظنونش لارتفاع سعار البترول والغاز ليس ستستفيدون منها كثير أنتم عارفين هذا الغاز لأن المدى البعيد وبالتالي الأسعار الخيسة دايرين عقود قديمة لا تقدرش تغيرها حتى تعود تجديدها بعد سنوات أما البترول فإن الإنتاج ضعيف أصلا وما راكمش واصلين أصلا للكوطة وثانيا اللي تزيد في أسعار البترول تروح في أسعار القمح وفي أسعار المواد التي تدخل في صناعة الزيت والذرة والميس والشعير وأسعار أخرى ترتفع نهيك على الأسعار العامة في العالم أجمع سترتفع السيارة ترتفع والجزائر تستورد كل شيء كل شيء سترتفع أسعاره كل شيء تقديرات أن هناك تضخم عالمي قد يصل في المعدل إلى 7-8% بدل ما كان في المعدل يدور في 2-3% معدل عالمي كنقوله هذا الارتفاع هذا ضخم في الجزائر راح تكون الأمور تزيد 30-40% أقل شيء خاصة مع الطريقة الإجرامية اللي يقوم ديرينها بإنهيار دينار زاد نهار دينار اليوم ومش فقط زاد نهار ديرين سياسة أنه مع نهاية هذا العام يوصل الدولار إلى 150 دينار ومع نهاية العام الجاي يوصل إلى 156 دينار هذا في سعر رسمي بمعنى أنه في سعر السوق سيرتفع أيضا من اللي جاتبون الخفاض في العملة يدور في 23-24% وكل يوم ديناره يرخفض أكثر مما يعني أن في النهاية الناس تدفع أسعار أكثر تدفع موال أكثر قيمة الاتفاع في الأسعار لأن الدينار ينهار فما بالك أن الأسعار تزداد عالميا أصلا أنصحكم العالم يزداد توحش الصراع العالمي في أقصى حدوده داعمكم واحد من الداعمين الرئيسيين لكم الروس في وضع حرج الاتصالات معها أصلا تكون مقطوعة ما تخدرش جيبه حتى قطع الغيار للطيارات ما تخدرش تحب تبعثوا حتى الضباط اللي رحوا يتدربوا وقد تدوم الأمور لأشهر إذا ما أنهوش بوتين قد تدوم لسنوات مدام بوتين حي خلاص انتهت القضية لأنه بينه وبين الغرب وقعت قطيعة كبرى أعتبروه بأنه قام بخيانة لهم وكان أعطاهم وعود بأن لا يقوم بالغزو وهذه القوى الغربية كما تعرفوا مش بسيطة يعني هذه قوى استعمارية إمبريالية عالمية طاغية ظالمة ولن تتراجع لأنه عارفين أن تتراجعهم معناها الصين تكلهم أيضا ولديهم القدرة على الضغط وبشدة مش لعب سيألمون لكن الروس سيألمون أكثر فأنتم الأحسن لكم أن تتفاهموا مع شعبكم تتفاهموا مع شعبكم هذا هو المخرج روما يحكيوا مع حميكم لا الروس لا الفرنسيس لا المريكان لا الإنجليز لا الألمان لا الترك لا غيره عندما تصل ساعتكم بل بالعكس تتخلصوا منكم ويقولوا لي خلنا منه هذا نظام مغلق كوريا الشمالية في شمال إفريقيا بالرغم أنه مستفيدين منكم مستفيدين لأنه طعفت الجزائر الأقصى الحدود أنصحكم قبل فوضة الأوان في 2013 عندي فيديو ننصح فيه الجماعة اللي كانت حاكم أنا ذاك السعيد بودفليقة وحب العزيز ويحيا والتوفيق وكذا نقول له مستمع رهي جاي الأمور رهي جاي يستمعوا من الأفضل لك وأن تستمعوا ما سمعوش خرم في السجون أو دخلوا للسجون تعرضوا التعذيب كما توفيق وبعضهم حتى راتخلوا القبور استمعوا استمعوا رهي كاين حاجة يسموها حركة التاريخ بالمنطق البشري وهي يسموها عن نحن المسلمين سونن الله الكونية هذا الشعب مش رح يتراجع تخوفوا حين تعتقلوا منه تسجنوا تخوفوا تضغطوا هذا قع ممكن تجوعوا تفقروا هذا قع ممكن لكن في النهاية سينطفق لكن الخوف أن قد تكون انتفاضة عارمة شاملة ثورية قد تكون حتى عنيفة ونحن لا نريد ذلك لأننا نعرف أن العنف مشكلة دائما تبهوا بدل من هذه الحالة اللي عيشتها البلاد والبرجات والإغلاق والرشاوي والغرامات والأسعار المرتفعة والمدن اللي فيها أصبحت الزبالة وما نشعر خلوا البلاد رفعوا البرجات افتحوا التجارة خلونا استخدم خلونا استنتج نقصوا الضرائب نقصوا المشاكل نقصوا التدخل الإداري افتحوا المجال في الفلاحة وفي الصناعة وفي التكنولوجيا وفي التجارة ملايين سيشتغلون البلاد عشر مساحة في العالم البلاد فيها هائل الإمكانيات نتاع نتاع التطور بس هركم عايشين في عالم آخر ركما عايشين في الدنايل في الإنكار هاي نصحتنا إليكم وتم أدبر رأسكم لكن دايما دلوا في بالكم إذا لم تستمعوا للعقلاء سيأتوكم يوما ما غير العقلاء وبعد يروحوا وحلوها بسنيكم ترجمة نانسي قنقر